اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة هو كفاية اصلا ان انا ماشي جنب سيادة الرئيس انا مش عايز حاجتان يعني اه تمام فكن ان هو يسألني قول لي انت عايز اي 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 انا اعلهى مرتين انا انت مجددا انت مجددا من مكتبه صغير洲 المشروع يكون كبير اعله ماشي كنت مبسود جدا ان انا ماشي جنب سيادة الرئيس واتكلم معاه وبيقول لي انت عايز اي اي يعني يعني انا ما كنتش انا ما احلم بيها سيدة الرزويل انت عايز ايه طلبتك ايه يعني انت عايز تقبله تاني وتقولوا ان انا اشتغل بعد ما نجح اقول له فاندم انا كنت عند حسن ظنك وعملته اكتهدت ونجحت اتمنى انه فرصتي يعني وزمالك والشعابز اللي في سنة تقول لهم مرضو نفس القصة اقول لهم ما تقول عشي تتكلم وانت لسه في اسناء الدراسة انا هشتغل انا مش هشتغل انا ده انا مستنى اطلع الشهادة عشان اطلع برة بمبسوط خالص وان سيادة الرئيس يتساهر مع ابن كده وحاجة جميلة جدا طبعا كنت مبهور باللي حصل وسعيد خالص عبالله كنت مبسوطة جدا ده شرف لنا ما هو يبلو يحب يعتبروا انه هو زي ابنه كده ده شرف كبير لنا طب وهو سيادة الرئيس يعني من يوم ما سكه هو محتوي كل الناس وراعي الشباب وانت مع سيادة الرئيس طلبت طلبات منه وكان اهمها موضوع المكتبة ما قلت له يا فندم مكتبة على قد وعايز المشروعي اكبر وقلت له انا عملي وبحب ان انا كن ناجح في عملي فقال لي طيب تمامي يا ايمان ماشي يا ايمان سيادة الرئيس وجه بانه احنا نجي لك ونكبر لك مشروعك ويبعث لك هداية بسيطة في انه ودي يكون في مكتبة اكبر لك بغير المكتبة بتاعتك فاتفضل ده العقد بتاع المكتبة الف الف شكرا انا مش عارف اقول لي سيادة الرئيس شكرا لسيطة الرئيس شكرا لسيطة الرئيس شكرك بسعيد طبعا سعادة طبعا الف مبروك يا ايمان الف الف شكرا فندم وطبعا دي حاجة مش جديدة على حضرتك ان انت توقف في سند شباب البلد والف الف شكرا ربنا وفعك ده حسن ظننا فيه يعني هو دايما سباك بالخير وبكل حياه ومراعي كل الشباب وكل الناس بصراحة السيسي اللي ساعد واللي حسن ناس كتير والعالم بحاله في عينه وفي قلبه الكبير شوفنا في المواقف عمره متأخر عشان يوم يدي شيء اشتركوا في القناة